شهد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مرسم الاحتفال بتكريم عدد من قادة القوات المسلحة وتقلدهم وإسامة الجمهورية من الطبقة الثانية وفي كلمتها أشهد الفريق أول عبد المجيد سقر بالمكرمين وإسهماتهم في القوات المسلحة وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة والقدرات القتالية شهد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مرسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يوليو 2024 وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم وقام الفريق أول عبد المجيد سقر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحيه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما قدمته من مختلف أوجه الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما المدرسة العليا للوطنية وميدانا لتضحية والعطاء من أجل الوطن وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفان في أداء المهام المكلفين بها مشيدا بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية كما أكد على أن القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل ووجه القائد العام للقوات المسلحة في ختام كلمته الشكر والتقدير لأسر القادة المكرمين تقديرا لما تحمله من مسئولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء